وقد حضر اللقاء الذي جرى برئاسة الجمهورية مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيدي ووزير الشؤون الخارجية صبر بوقدوم وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية وكفاءات بالخارج رشيد بلادهان وسفير الجزائر لدى تركيا مراد عجابي وكان وزير الشؤون الخارجية التركية قد أجرى محادثات مع نظيره الجزائري في وقت سابق من الثلاثاء